السلام عليكم اعزائي الكرام مرحبا بكم اشخباركم على خير؟ سبق لي قلت لكم في فيديوهات سابقة انه في بعض الاحيان سنتطرق الدروس توعاوية وترباوية واليوم جيت نتكلم لكم على اداب شرب الماء ايه الماء وشرب الماء عنده اداب كيف اداب الاكل كنعرفوه اداب شرب الماء اداب شرب الماء اول نقطة من اداب شرب الماء هي الجلوس هذه اول نقطة والتي تمثل من دم النقاط اداب شرب الماء الجلوس ثانيا نتناول الكأس باليد اليمنى كيف كتشوفوه الشخص قابط الكأس ماسك الكأس باليد اليمنى هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة نقول بسم الله البسم الله عند البداية اي شيء نقوم بك نقول بسم الله اذا شرب الماء كذلك نبدأ ب بسم الله هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة يجب ان نشرب الماء على ثلاث دفعات ولا نشرب الماء دفعة واحدة هذا امر غير صحي وغير مطلوب على ثلاث دفعات وأخيرا النقطة الخامسة هي نقول الحمد لله بعد نهاية الشرب نقول الحمد لله فلكل نقطة من هذه النقطة التي ذكرت تعتبر حسنة لها حسنة وكيف كان قوله وكيف معروف الدين دينا الإسلامي الحسنة بعشرة أمثالها إذا هنا من آداب شرب الماء في خمسة نقطة إذا خمس حسنات وكل حسنة مضروبة في عشرة هي خمسون حسنة وبذلك من خلال هذا آداب شرب الماء سنكون خدينا خمسين حسنة حصلنا على خمسين حسنة إذا تشتو أحبائي فكل حاجة في الحياة دينا نقوم بها إلا لها آداب نكتفي بهذا القدر ومرة أخرى نتطرق إلى موضوع مهم ومفيد في حياتنا إلى اللقاء أحبائي